بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعنا وبعد حياكم الله أبنائك طلاب ونات الطالبات في بداية درس اليوم سأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد أتينا في الدرس السابق على بيان أمر مهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر يدور على عدة أمور حذر منها عليه الصلاة والسلام أمور عدة ذكرنا ستة أمور يحذر منها عليه الصلاة والسلام وعنونا لذلك بالتحذير من مساوي الأخلاق وأخذنا القسم الأول منها بإذن الله تعالى نكمل ما بدأناه بإذن الله في درس اليوم فموضوعنا بإذن الله تعالى الذي سنأتي إلى بيانه التحذير من مساوي الأخلاق و درسنا اليوم هو الدرس الثاني نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مراجعة درس السابق أخذنا في الدرس السابق الحديث الرابع العشرين تحذير مساوي الأخلاق و كان درسنا هو الدرس الأول و درسنا اليوم بإذن الله هو الدرس الثاني لإكمال الحديث نأتي إلى سؤال نطرح إليكم من صور الظن ذكرنا عدة صور للظن إياكم والظن يقول عليه الصلاة والسلام فإن الظن أكذب الحديث لا شك بنا الطلاب نتطالب أن عندكم صور غير ما سنذكره لكن نريد أن نذكر صورتين من صور الظن ما رأيكم الصورة الأولى حسنتم وسددتم نقول الصورة الأولى من صور الظن أن نتكلم أخوك بكلام فتحمله على أسوأ المحامل كذلك الصورة الثانية كذلك من صور الظن ما رأيكم ذلكم الذي يشرب ويحكم هل نقول شرب خمرا أو ماء ما رأيكم سنتم انتهى مسلم بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك مباشرة يتهم ذلك الرجل المسلم أنه شرب خمرا مع العلم أن آثار الخمر أو شرب لم تظهر عليه ونحن نسنا متعبدون باتباع خلق الله جل وعلا وعوراتهم بل نحن مأمورون بأنفسنا وطاعة الله وتقويم تلكم النفس إذن هذا كله من صور أضمن ناتوا وإياكم إلى أكمال ذلكم الدرس العظيم التحذير مساوي الأخلاق ودرسنا اليوم هو الدرس الثاني في صفحة 138 أهداف الدرس الاستدلاع من الكتاب والسنة على محاسن الأخلاق الحذر المساوي الأخلاق المقارنة بين التجسس والتحسس تعداد هم الأسباب المؤدي للشيوع البغضاء بين المسلمين استنباط آثار مساوي الأخلاق على المجتمع تمهيد كيف للإنسان نعيش في ذلك المجتمع الذي يكثر فيه الظن السي والحسن والتجسس هل الإنسان نعيش في ذلك المجتمع وكيف عالج حديث اليوم الذي أتينا على بيان شيء من في الدرس السابق ذلكم الأمر في تقويم ذلك المجتمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام ناتي إلى بياني في حديثي أبي هرارة رضي الله عنه وأرضاه فأنا به هرارة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا نستذكر كذلكم شيء مما ذكرناه من معاني الكلمات فما معنى قولي عليه الصلاة والسلام إياكم حسنتم يحذروا وقوى أنفسكم من الظن كذلك قوله عليه الصلاة والسلام الظن هي التهمة بلا دليل كذلك معنى ولا تحسسوا التحسس هو الاستماع لحديث القوم وهم كارهون كذلكم ولا تجسسوا التجسس هو البحث عن عورات الناس ولا تحاسدوا الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود ولا تدابروا أي لا تهاجروا ولا تقاطعوا ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب البغض ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام كونوا عباد الله إخوانا أي تعاملوا معاملة الإخوة في المودة والرفق والتعاون في الخير ترجمة راوي الحديث أبو غيره رضي الله عنه وارضاه ذكر أنه سبق شيئا من سيرته رضي الله تعالى عنه وارضاه فارجعوا إلى تلكم السيرة العطرة من راوي الحديث حديث اليوم ظاهر أمامكم نأتي إلى بيانه بإذن الله تعالى وقد بينا في الدرس السابق التحذير من الظن وماذا يراد بالظن وماذا أخذنا كذلك من مما ينهى عنه مما ذكر الله جل وعلى من الأمور التي ينهى عن الإنسان عن تتبعها ارشادات الحديث الدين كله خلق فمن زاد في الخلق زاد عليك في الدين وبينا ذلك في الدرس السابق أيها الأكارم أنخ ديننا دين أخلاق لذلك الله جل وعليه على نبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم وأن الإنسان إذا ارتفع وازداد في جانب الخلق سيزداد ويرتفع في جانب الدين وستزداد بإذن الله تعالى مرتبته في الجنة حتى يصل إلى مرتبة عليا فارجعوا إلى الحديث الذي يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن من يحقق حسن الخلق في أي مرتبة يكون كذلكم تضمن الحديث أنه عن جملة من الأخلاق المذمومة كذلكم تحذير من اتهام المسلمين بالسوء من غير الدليل ذلك في قولي عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فلا يبني الإنسان ذلك الحكم على ظن يكون في عقله أو في قلبه ويبني عليه تلك الأمور ويحصد كذلك تلك النتائج في بيان أمر بناه كله على ظن ثم يتبين بعد ذلك خطأه فيقع فيما لا يحمد أقباه من صور سوء الظن أن أتكلم أخوك بكلام فتحمله على أسوأ المحامل كذلك أن يتهم المسلم بالشرب الخمر ولم يظهر علي ما يقتضي ذلك أما الأمر الثالث فعندكم صور لا شك أن هناك صور أخرى لسوء الظن فارجعوا إلى تلكم الصور ودونوها كذلك من صور سوء الظن التي تريدون بيانها في الحديث ناهي عن التجسس وقلنا التجسس هو التتبع عورات الناس والنهي عن معايبهم هذا هو التجسس هذا الذي يراد به وماذا قال الله تعالى في كتابه في النهي عن هذه الصفة السيئة كذلك في سورة الحجرات ما ناهي الله جل وعلا عن ذلكم الذي يتجسس ويتتبع عورات الناس وعورات الآخرين من صور التجسس ذكرنا ثلاث صور التجسس قلنا تجسس على البيوت بالاستماع من وراء الأبواب كذلك التنصت على هواتف الناس ومكالماتهم كذلك صورة ثالثة قلنا تذكرون ذلك ابناء الطلاب وابناء الطالبات قلنا اذكر هذا كذلك دون صورة ثالثة من صور التجسس إما التنصت بالاستماع من وراء الأبواب من خارج الفصل التنصت على هواتف الناس على مكالماتهم كذلك أي صورة ثالثة كذلك من صورة التجسس من ربما تأخذ جوال الآخرين وتنظر إلى تلكم الصور أو إلى ذلكم المقطع وغير ذلك من الأمور التي يكون فيها تجسس على الآخرين سابعا في الحديث النهي عن الحسد لما فيمنى الاعتراض على الله جل وعلا في قسمته الحسد أولا قبل أن نبدأ من يذكروني منكم بتعريف الحسد ماذا ذكرنا في بداية الدرس عن تعريف الحسد ماذا قلنا في التعريف تعريف الحسد نعم أحسنتم تعريف الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين عن الغير يتمنى زوال النعمة عن الغير هذا هو الذي يراد به الحسد أن تزول تلكم النعمة عن الآخر هو لا يتمنى أن الله جل وعلا يرزقه مثل ما رزق فلان ذلكم الطالب في فصله أن يكون متفوق مثل فلان ويسأل الله التوفيق لأخيه وزميلي في الفصل وكذلكم تلكم الطالبة تتمنى التوفيق والتفوق لزميلتها وأن تكون كذلك مثلها لا وكذلكم ذلكم الذي يرى منه وأرفع منه وأكثر منه مالا لا هو ما يتمنى أن يكون مثله ويدعو له بالخير لا يتمنى أن تزول تلكم النعمة عن الغير هذا والحسد يتمنى أن زميله ليس بمتفوق وتذهب عنه نعمة النجاح وكذلك الطالبة وكذلك ذلك الذي يرى منه وأغنى منه يتمنى أن يذهب عنه المال خرج من مدرسته ورأى سيارة جديدة مع زميله فيحسده ويتمنى أن تذهب تلكم السيارة في حادث أو غير ذلك كل ذلك هذا من الحسد بل اسأل الله جل وعلا له التوفيق وأن يبارك الله جل وعلا له فيما أعطاه وأن يعطيك كذلك وأن يرزقك خيرا منه هذا هو الجواب الصحيح أما الحسد تتمنى أن تزدوال تلكم النعمة عن غيرك فنقول هذا أمر محرم لماذا أمر محرم؟ لو سألتكم لماذا نقول محرم؟ لما فيه من الاعتراض على الله في قسمته ولما فيه من انطواء النفس على كراهية الخير للناس هذا هو الأصل هو يعترض على قضاء الله وقدره يعني كأنه يقول لماذا يا رب أعطيته مانا ولم تعطني يعترض لماذا أعطيته ذكاء ولم هنا اعتراض أنت لو نظرت إلى نفسك وتركت ذلك الأمر لتفوقت في جانب آخر لأي شرطا يكون في جانب التفوق الدراسي لنظرت إلى مرخر أنت متفوق أفضل منه في هذا الجانب لذلك لا تتمنى زوال تلكم النعمة عن أخيك ويكون فيه اعتراض على قضاء الله وقدره فالذي وهب له تلك النعمة قادر على أن يهب لك خيرا منها سواء كان نعمة مال أو عافية أو ذكاء وغير ذلك وجاءت النصوص بالنهي عن الحسد قال الله تعالى وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ فَنَهَا هُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى عَنِ الْحَسَدُ وَعَنْ تَمَنِّي فَضْلِ اللَّهِ وَعَنْ تَمَنِّي مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَ الْنَّاسِ عَلَى بَعْضُ لماذا؟ لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكمة وتدبير والله جل وعلا عليم بأحوال عباده وذلك من فضل الله فالذي أعطاه ذلك المال أو أعطاه ذلك الذكاء أو ذلك المنصب لا تحسده ولا تتمنى ما فضل الله به ذلك الأخ أو تلكم الأخت عليك لا بسأل الله تعالى له التوفيق وسأل الله أنت من فضله أما أنت تمنى ما فضل الله جل وعلا به ويكون هناك اعتراض على قضاء الله وقدره فهذا نقول أمر صادر عن حكمة وتدبير لو أعطاهك الله جل وعلا ذلك المال لو ربما صرفت ذلك المال في أمر محرم فنقول ذلك كل حكمة من الله جل وعلا وعلم بأحوال العباد قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فهذا إنكار من الله تعالى لمن يحسد الناس على ما أنعم الله جل وعلا به عليهم استنبت من هذه الآية قل أعوذوا رب الفلق من شر ما خلق الآية ظاهرة أمامكم سورة الفلق كيف يدفع الإنسان عن نفس شر الحاسد في ضعو هذه السورة الكريمة لا شك أن الناس يحسدون بعض الناس يحملوا في قلبه لا شك بغض وحسد وإلا لما انتشرت بعض تلكم الأمراض من أثار العين أو غير ذلك الإنسان يحسن نفسه بذكر الله أذكار الصباح أذكار المساء يحسن أبنائه أذكار النوم وغيرها يكون الإنسان دائما الذكر في هذه الصورة العظيمة سورة الفلق جانب من هذا الأمر العظيم كيف يدفع الإنسان عن نفسه شر الحاسد في ضعو هذه السورة الكريمة استنبتوا من هذه السورة الكريمة كيف يدفع الإنسان عن نفسه شر ذلكم الحاسد إذا حسد من هذه السورة ثامنا في الحديث تحريم على التدابر والتقاطع والتشاحن والتهاجر للمسلمين ومن أشد ما يذكي العداوة ويرث الشقاق بين أفراد المجتمع الجدال والمنافسة فإنها عين التدابر والتقاطع فإن التقاطع يقع أولا بالآراء ثم بالأقوال ثم بالأبدان هذا ما يقع بين الناس التدابر هذا أمر مستنبط إذا زعل الإنسان من الآخر أو حصل بينهم أمور شحناء سيتذاب الرأي كل إنسان يعطي ظهره للآخر فينصرف هذا وينصرف هذا وأشد الأمور هو جانب الأقوال كل يتمسك برأيه حتى لو كان باطلا هنا يكون في جانب البغض وكذلك جانب عدم الرضا برأي الآخر وهنا يحصل التباغض والتدابر وكل يعتز برأيه ويكون بعد ذلك انصراف بالأبدان وقد أمر الله تعالى بالاجتماع ونبذ الفرقة في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والإنسان يرجع دائما إلى الحق وحرم النبي صلى الله عليه وسلم هجر المسلم فوق ثلاث أي فوق ثلاث ليال فيقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام اعتز برأيه واعتز ذلك الطالب ربما بقوله وتلكم الطالبة كذلك اعتزت بما فعلت ولم تقتنع بما فعلت زميلتها في خارج الفصل أو داخله أو ذلكم الطالبة أخذ العزة بالإثم في ذلكم الملعب الكروي وحمل في قلبه على أخيه وكل هجر الآخر نقول هل يجوز ذلكم الهجر؟ لا يكلمه ولا يسلم عليه بل إذا دخل إلى الفصل ورأى زميله أمامه وليوحده لا يسلم كأنه لم يرى أحدا هل يجوز ذلكم الموقف؟ بماذا وجهنا عليه الصلاة والسلام؟ نقرأ هذا الحديث لا يحل لمسلمنا أن يهجر أخاه فوق ثلاث نقول لا يجوز الهجر فوق ثلاث ليال تترك السلام والكلام نقول ذلك كل لا يجوز يلتقيان كل واحد يلتقي بأخيه فيعرض هذا ويعرض هذا وخير القوم هو الذي يبدأ بالسلام ويقول السلام عليكم فلا نكون أبناء طلبنات الطالبات عندنا تلكم الصفة ونحرص على جانب القرب والسلام على الآخرين في الحديث دليل على تحريم تعاطي أسباب البغض ووسائل والحزر على ما يسبب التعالف والاجتماع لأن ما نهي عنه ينهى عنه أو ينهى عن وسائل كظن السيء والإفراط في المزاح ولعب الميسر وغير ذلك نقول هذه الأمور محرمة لأن في حقيقة الأمر هذه الأمور تؤدي للتباغض وتؤدي للتقاطع والتدابر فالإنسان ينهى عنها لنا لا شك أن تلكم الأمور ستؤدي بعد ذلك إلى ترك الاجتماع وديننا جاء بالحرص على ما يسبب التعالف والاجتماع وما ينهى عنه ينهى عن وسائله فتلكم الأمور الظن وكذلك من التجسس والتحاسس وغيرها هي من وسائل التي تؤدي إلى البغض وديننا أتبل وسائل التي تقرب التعالف والاجتماع ذلك قال الله تعالى إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء لماذا؟ أين تقى العداوة والبغضاء؟ في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون عن تلكم الصفات التي تؤدي إلى ذلك الأمر القبيح هنا من هذه النبوة ماذا سأل سعد بن هشام من المؤمنين عائشة رضي الله عنها سأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبماذا أجابت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذلك الرجل فقالت خلق النبي عليه الصلاة والسلام كان هو القرآن أي كان عليه الصلاة والسلام متأدبا بآداب القرآن ومتخلقا بأخلاقه أكتب مقالا عمليا قدم مشروعه لهذا الحديث العظيم تذكر في الأسباب الوسائل المعينة على تركس الظن أكتب مقال أخي الطالب أخي الطالبة مين أسباب التي تؤدي غالبا لسوء الظن مقال جميل جدا وأعرضه على معلمك وكذلك أخي الطالب على معلمتك ذلك المقال في هذا الحديث وارجعه كذلك إلى بياني هذا الحديث من كتبي شراحي الحديث أمامنا نقاش واستنباط نترك الجواب إليكم بالتعاون مع مجموعتك نستمت من هذه النصوص الشرعية أسباب البغض ووسائل ثم ندونها هنا أمامنا ثلاثة أمور شرعية ما تركم الأمور والنصوص التي جاءت النص الأول فيه ماذا؟ ما هو سبب البغض الذي يكون في هذا الحديث ويؤدي إلى الفرقة وكذلك في تلكم الآية ماذا نهى الله جل وعلا كذلك في الحديث الأخير بماذا نهى عليه الصلاة والسلام دونوا ذلك كله بالاجتماع مع المجموعة واستنباطي تلكم الأحكام وتلكم الأمور من هذه الأدلة الشرعية وبيان ذلك كله وتدوينه أبناء الطلاب ونات الطالبات بختم ذلك نكون قد أتينا على ختام درس اليوم مساء الأخلاق ناتوا إياكم إلى قيم نفسك بسؤال نطرحه إليكم تضمن الحديث النهي عن جملة من الأخلاق المذمومة ستة أمور هي مساء الأخلاق التي أتينا إلى بيانها ما تلكم الأمور الست التي بيناها في هذا الحديث ذكرنا في حديث السابق في حديث اليوم مساء أخلاق أمور عظيمة ما تلكم الأمور الأمر الأولئية إياكم أحسنتم؟ الظن هذا هو الأمر الأول الأمر الثالث الذي نهى حالهمge الحسد كذلك الأمر الخامس الذي نعلم عليه الصلاة والسلام ما رأيكم سددتم التقاطع التدابر كذلك الأخير من الأمور الستة وفقتم البغض كل تلكم الأخلاق الستة تؤدي إلى البغض لذلك يوصى عليه الصلاة والسلام في ختام الحديث وكونوا عباد الله إخوانا وبختم ذلك نكونوا قد أتينا على ختام درس اليوم التحذير المساوي الأخلاق وكان درسنا هو الدرس الثاني وبذلك نكونوا قد أتينا على ختام الحديث كاملا التحذير من مساوي الأخلاق أتينا على بيان ذلك كله سأل الله تعالى لي ولكم في ختام درس اليوم التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن يبعد عنا مساوي الأخلاق وأن يرزقنا أحاسنها وأن يوفقنا لكل خير وأن يجعل عملنا صالحا خالصا لوجهي الكريم نلقاكم في ختام درسنا على خير بإذن الله تعالى في درس قادم ونستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر